السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا في عجالة لأنه وجدت في الهاتف اتصالات كثيرة تطلب مني أن أدعو في هذه الليلة ليلة السابع والعشرين وهل في يوم السابع والعشرين فضل في الصيام أو في قيام هذه الليلة ليلة السابع والعشرين من رجب أو زيارة المقابر أو غير ذلك الذي يمكن قوله بسرعة وأنه ليس هناك دليل صحيح في أن ليلة السابع والعشرين هي ليلة إسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من رجب ليس هناك أثر ولا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة في تاريخها ولا في شهرها ولا في يومها لذلك نجد هناك من أهل العلم من قال أنها كانت قبل الهجرة بخمس سنوات هناك من قال بثلاث سنوات هناك من قال بسنة واختلفوا في شهرها هناك من قال رجب هناك من قال ربيع الأول هناك من قال في ربيع الثاني وفي جماد الأولى القوال طويلة كثيرة الذي أراد أن يرجع إلى ما ذكرته فليرجع إلى ما قاله ابن حجر رحمة الله عليه وقد نقل كلام ابن دحيا وكذلك قول ابن رجب وقول ابن تيمية وقول ابن القيم وقول علماء كثر ذكروا هذا الأمر وأنه ليس هناك دليل من الكتاب أو السنة في بيان وتفصيل هذا الأمر فلذلك ليس لا نقول بقيام هذه الليلة ولا بصيام يوم السابع والعشرين من رجب ولا دعاء خاص في هذه الليلة كما يشيع بين الناس فاللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمنا واجعل علمنا وعملنا خالصاً بوجه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته